السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريق نادي برينتفورد الصاعد حديثا الى الدول الانجليزي الممتاز بريمير ريج ينجح في هزيمة فريق أرسنال العنيت بملعاب 2-0 مع برينتفورد مش ملعاب أرسنال 2-0 بهدفين نور جود وكانوز سيرجي كانوز وأداء سلبي جدا من فريق أرسنال أداء في منتازه طبعا انا بعتذر قبل اي شيء لو انا لسه محفظتش اسماء لعابة فريق برينتفورد زي مثلا ما انا حافظ الى حد ما اسماء لعابة فريق أرسنال لكن انا مش عايزة حلق الماتش او مش هو ان انا بقدم تحليل وتوصيف تفصيلي لمجاراة قدم انا عايزة اتكلم النهاردة فريق برينتفورد موقعي بقى فين في الدورة العام الانجليزي او هل هم مرشحين الهبوط هل هم مرشحين الاستمرار اما بدائيا السنة اللي فات بدأ بداية مشابه ازاي بدأ برضو مع فريق صاعد حديثا الى الدورة وكان الفريق ده فلم وكان برضو بيجعبه على ملعبه تلاتة صفر كسب تلاتة صفر لكن بالتأكيد الظروف ما خدمتش ميكل ارتيتا النهاردة في اني اوباميانج ولا كازات مصابين وغير متاحين فالطريق ان هو يبدأ ببلاجون وجابريال مارتيني وسميس رو وبي بي تحت منهم تحت منهم فده اثر بشكل كبير جدا على النجاعة الهجومية لفريق ارسنل ممكن واحد يقول لي كان الافضل انه يبدأ جابريال مارتيني مهاجم ويبقى بوكايو ساكع مكان جابريال مارتيني في الرواق الايسر كوينج ولكن هو ده قرار ميكل ارتيتا ويسأل عنه بشكل اساسي لكن خلينا نتكلم في فريق برينتفورد برينتفورد عامل زي المعين ده شكل هندسي بيرتكز دفاعيا على ديفيد رايا وبيرتكز وكوميا على ايفانتوني بمعنى ان فرقة لو اتفرقت على فرقة برينتفورد بشكل واضح هتياه ان فرقة برينتفورد بتهاجم بالعشر العيبة وبتدفع بالعشر العيبة في حالة الهجوم الشامل وبيزاد فيه الضربات السبتة بتاع العشر العيبة بتاع فريق برينتفورد موجودين جوا منطقة جزاء او في منتصف الملعب يعني يكاد يكون كمان في التلتين الاخيرين في منتصف ملعب ارسنل طب مين اللي بيأمن منطقة الدفاع اللي بيأمن منطقة الدفاع هو ديفيد رايا ديفيد رايا بيطلع زي ما شفتنا مانويل نوير في كاس عام الانديا بيطلع لحد حدود منتصف الملعب هو اللي بيغطي المساحة دي كلها اللي موجودة في خطة دهر فريق برينتفورد الاهم ان لعيبة برينتفورد عارفين النقطة دي وعارفين التحركات ديفيد رايا واكبر دقيقة كده ان في الشوت تقريبا الاول في لقطة من اللقطات العيب بتاع فريق برينتفورد طلب الكورر حدود نص الملعب وبعدين اتزنق بدون ما يفكر بص وراه شايف ديفيد رايا وراه بيرجع له كورة من حدود نص الملعب متأكد ان ديفيد رايا بيتحرك في المنطقة دي ده بالتأكيد اتفاق من فرانك المدارب الدينماركي اللي بيدارب فريق برينتفورد فهم بيرتكزوا دفاعيا على ديفيد رايا وكمان بيرتكزوا هجميا على المحطة القوية جدا اللي اسمها ايفان توني ايفان توني برغم ان هاده محطش اهداف وبرغم ان هاده النهاردة لم يشارك في صناعة الاهداف لكن هاده مشارك في كل عمليات الهجوم بدماغه بالاستقبال بالدماغ بالاستقبال بالسد بالاستقبال بالقدم دايما هو المحطة اللي بيحاول يصطاد الكورة المشتتة من فريق برينتفورد ده في حالة نوم ما يشتته ايفان توني الناده ما كانتش اللي عايب ابصره يعني كان دايما مثلا تلاقي مثلا براين بيمو مما بيجي ياخد الكورة ما يبصرهش بيحاول ان هو يبعد عنه خالص اتصور ان السبب الرئيسي في ده ان فرق ارسنال قرد فريق برينتفورد وركزت على ايفان توني ان هي تمسكه فكان النتيجة ان توماس فرانك مدرب فريق برينتفورد قرر انه يهاجم باليعيبة اللي من تحت ايفان توني وبفعل الجوني الاول جاي بالطريقة دي جاي عن طريق سيرجي كانوز اللي كسر الداخل وحط الكورة وما فكرش في انه يرفع داخل منطقة الجزاء لايفان توني او بيمو من ضمن الحاجات برضو اللي انا لحظتها ان فريق برينتفورد في الدفاع بيدفع بخطين واحانا انتهت خطوط خطين خمسة خمسة واحانا انتهت خطوط ثلاثة او خمسة ثلاثة اتنين لكن في غالب يدفع بخمسة خمسة طريق التمركز لعيبة فريق برينتفورد بتسمح بتحديد الهجمة او تحديد التزديد الخصم بحس ان الديفودرايا يقدر انه يصد بمنطقة الحاجة النقطة دي هتأثر بشكل بلي جدا على الفرق اللي مش يبقى عندها مهاجمين اقوية في الامام وهتضطر دايما انه يتلعب من وره يعني اذا كان عندك فريق مثلا هيعتمد على الوينجات او هيعتمد على العربة المنتصف في احراز الهدف هيواجه مشكل بلي جدا قدام فريق برينتفورد على ناحية تانية من وجهة نظري فريق ارسنال زي ما قلنا التأثر اساسا بغياب المهاجم الاساسي سواء كان لكازيت او بير امرج اوباميانج ايضا تأثر بالبداية ببلاجون ما كانش المفروض انه يدق به لكن من وجهة نظري اسوأ ما وجهه فريق ارسنال لنهاردة صعود الباكين صعود الفول باك سواء تشامبرز او ترني ليتما كانوش قادرين انهما يقدموا الدعم الهجومي كافي بيبي او جابرال مرتنالي او حتى سميس رو اللي كان النهاردة افضل عيفة فريق ارسنال مشكل عام مش قادر افهم ليه ما بيعتمدش ميكل ارتيت على محمد الناني في نص الملعب محمد الناني من وجهة نظري هيسمحه بجوزء كبير جدا من السيطرة على منطقة نص المال خصوصا انه بيقدر ياخد الكرة المشتتة ويقدر ياخد الكرة تانية ويقدر يساعد في عملية الهجوم لكن في اسرار على تجاول محمد الناني من جانب ميكل ارتيتا ملوش مبرر خصوصا انه ما عندوش يعيب دفاعيا في نص الملعب بمستوى محمد الناني جرانت شاكا العيب سلبي جدا ممكن ما يبقاش هو يعيب المناسب بفريق ارسنال من وجهة نظري ان ميكل ارتيتا هو اول المرشحين للاقالة في مدربين الدور العام نجيزي بريمير ليج هذا الموسم اذا استمر بالاداء ده ومن وجهة نظري اذا ان فريق ارسنال سوف يواجه ازمة كبيرة جدا هذا الموسم اذا استمر على هذا المستوى في ظل المستويات المتوقعة لاندية البريمير ليج كلها لو اعجبك الفيديو ان تصبسكراي فعل زر جرس املايك وشكرا ورأيك في الكومنتس سلام عليكم